أهلا بكم أوليد برج الثور الترابي طبعا حاكم كوكب حاكم برج الثور كوكب الظهرة كوكب الحب كوكب الشغف بعتذر لكتم الصوت اللي حصل شكرا في التعليقات للبنات اللي نبهوني تسلموا لي وجزاكم الله كل خير حاضر أنا هعيد لكم الفيديو بقى لحد شهر يونيو وعندكم الجزء التاني نزل في الصفحة من بداية شهر 7 لشهر 12 تمام؟ فالجزء المغطل كان من شهر يناير لحد شهر 6 تمام؟ ماشي شهر يناير بالنسبة لكم يا موليد برج الثور هيكون شهر البدايات شهر الشغف بدايات النجاح احنا كده بقى إيه جلت لنا فرصة لحد عندنا لازم نستغلها في من الجهة العملية اللي منتظر فرصة عمل من أجل صفر أو مشروع بقى له كتير بيفكر فيه وعاوز يبتدي يدخل الشراكة مع حد شهر يناير مناسب لك جدا يا برج الثور زي ما تقوله كده شهر يناير هو مفتاح النجاح لبداية السنة بالنسبة لك أي نعم المشتري هيبقى في برج الحمل مش في البرج الثور لكن يناير هيدخل عليك بطاقة إيجابية بحماس بشغف ببداية حلوة واحتمال للعاذبات فرصة أو عرض خطوبة أو زواك أو عودة حبيب أو استقرار علاقة عاطفية كان بقالها فترة مستقرة أو مثلا كبداية سنة جديدة كتعلاقة حب منقطعة أو للمفاصلين مثلا في عودة لتجديد العلاقة دي تاني وتجديد للعلاقة العاطفية مع الشريك بالنسبة للعمل في بداية حلوة لشغل جديد بداية حلوة لفرصة فلوس كويسة لمواليد برج الثور لشهر يناير شهر فبراير هتدخلوا في شوية عزلة كده أو انطواء أو هتاخدوا جنب شوية من الناس كده عندكم مرحلة تخطيط يا برج الثور وأنتوا طبعا برج التخطيط تنبرون في دائرة الأبراج الفلكية يعني تخطيط وتنظيم ونعزل كده عشان نعرف نخطط ونفكر في بكرة كويس فشهر اتنين بالنسبة لكم شهر العزلة الاختفاء التفكير يعني بعد ما كنتوا في شهر يناير ظهرين للناس وعندكم شغف وحماس شهر اتنين هنبتدي نختفي كده عشان نخطط ونحط خطة إدارية جديدة لو انت اونر صاحب عمل لو انتي ما بتشتغليش وقاعدة في البيت هتنعزلي عشان تدريسي أو تفكري في امتحانات أو لو عندك دراسة هتبتدي تختفي كده شوي عشان تركزي في مستقبلك لو انتي في علاقة عاطفية هتبتدي تقيم العلاقة دي هتحسي بشوية قلق وخوف داخلي عندك كده الحدث عندك هيشتغل الحدث ده هو البصيرة هتبتدي تفكري وتخططي وتقولي لأ أنا الشخص ده عمل معي واحد اتنين تلاتة لأ ده علاقة سامة مش هدي فرصة تاني فيه اللي هيقطعوا علاقات تمام؟ أو هيكتشفهم خداع فهيقطعوا العلاقة دي وهيبتدي يخشوا يدوا فرصة العلاقة صح تمام؟ يعني عندك شهر اتنين ده شهر القرارات إلى جانب أنه أنت هتبقى خايف من خسارة فلوس فهتبتدي تفكر أنا لو دخلت الشراقة اللي تعرضت عليها في يناير هتجيب لي فلوس كويسة ولا رجع فيها؟ هتبتدي تخطط شهر التخطيط شهر مارس شهر اتقل إيجابية خلاص أنا خططت في شهر اتنين انعزلت فكرت كتير شهر تلاتة هو التخطيط بقى والإيه؟ تنفيذ التخطيط اللي هو خلاص يلا بقى إيه؟ أنا قيمت العلاقة العاطفية خلاص أنا نهيتها أو أنا قيمت العلاقة لقيتها كويسة فهكمل فيها ويلا نوديها للنور يعني فيه زواج كمان يعني بعد تقييم العلاقة في شهر اتنين واختبارات للشريك ممكن في شهر تلاتة توصل للنور للاستقرار أو الارتباط فيه كمان للعازبات فيه شهر تلاتة فيه فارس الأحلام أو الشخص اللي كنت بتتمنيه هيبتدي في الظهور لك تمام؟ طيب وبالنسبة لأصحاب الشركات لشهر مارس ممكن هيبقى شهر بداية النشاط بداية المكاسب المادية أو بداية للتجار يعني فيه مكاسب مادية جايلك الشهر ده كويس عندك شهر 4 إبريل هيكون فيه عندك حظ رائع في مجال العمل يعني اللي بيشتغل شغل خاص عنده شغلة هيبتدي يتنشط ويقوم ويتحرك اللي هم مش أصحاب عمل هيجي لهم فرصة صفر لعمل أو اللي هم ما عندهمش شغلة أصلا يجي لهم فرصة شغلة كويسة واحتمال العذابات عرضين زواج أو علاقتين عاطفية مستقرين اللي اتنين كويسين هتبقي محتارة بينهم أخطر الشخص ده ولا الشخص ده واحتمال حد أكبر أو أصغر للبعض طبعا إن احنا بنقرأ قرية عامة للبرج الثور تمام طيب عندنا بالنسبة لشهر كده واحد خلصناه واثنين وتلاتة وأربعة ندخل في شهر خمسة طيب شهر خمسة بالنسبة لك نقدر نقول إن هو شهر الصبر أنا هصبر كده وخطط هترجع تاني بعدما كنت في شهر اتنين بتخطط وتنعزل شهر خمسة هتخطط برضو بس بصبر بتأني بس بحضور تمام ترجمة نانسي قنقر